نحن اليوم بالمحطة الثامنة تأخرنا شوي عن الموعد المعتاد ليش؟ ما حبينا تكون جلستنا سواء مربوطة بمناسبة شكلية اللي هي إنه في سنة جديدة وكمان كنا واسئين إنه الناس تح يرجعوا يستعيدوا زخم اعتراضهم وشعورهم بحقوقهم وهذا الموعد أهم من الموعد الشكلي مشان هيك نحن كتير سعادة اليوم نتلاقها ورجعت الناس تتحرك واسئة من قوتها ومسيقب كمان إنه اليوم بيكون قضاء شهر على تكليف حسان دياب بتقليف الحكومة بيكون ننقضى شهرين على قيام حركة مواطنون ومواطنات بطرح مشروع السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية وبيكون مرة ثلاثة شهور على بداية الانتفاضة الشعبية حبينا تكون هالمحطة مربوطة بتوريخ إلى دليلات فعلية لأنه الزمن والوقت إلهم معنى وإلهم تمن ما تكون مربوطة بإستحاءات شكلية لأنه الظرف المهم قطع شهر على تكليف حسان دياب بتقليف الحكومة شو مدلولات هالأمر؟ أهم شي بيكشفوا هالأمر إنه الممسكين بالسلطة الزعمة الستة بيتفاعلوا بسرعة مع الأحداث لما بيشعروا إنه بتهديد سلطتهم تفاعلوا بسرعة من أول أيام تذكروا اجتمعت الحكومة ومطلعت ورقة أصلاحية بعد سوسبنس 72 ساعة طبعا طلعت بيخة وتافها على الأخير وراها ضغري غيروا تموضعهم قصم منه نعتبر إنه أكسب له يعمل حاله معارض وينطر الخرابي عم هيك بيقدر يعمل حاله متبرى منه قصم تاني قال له عقله إنه بهيك حالي صار عنده محل يتمدد أكتر ويحصي الموقع ويعتبر حاله إنه بيقدر عليها فتمسك بأنه يظل محتجز كعنوان لما يسمونه الميسئي سعد الحريري تأيغت برغاطة سنة راوحوا بها المسألة بضعة أسابيع بها الوقت حسوا إنه صار في مجال يفرضوا خلافاتهم على الناس ظهروها من خلال عنف وتهديد بالعنف وظهروها من خلال رفع شعارات الطائفية العلنية شيعة وسنة وإخبار ودفشوا الجيش إلى حد بعده محدود إلى عمليات قمع هو وقوى الأمن الداخلي لما هالخليط من إعادة طموضع من تهديد بالعنف من إحياء المخاوف الطائفية أثر على الناس قالهم عقلهم زبط هون جربوا يتزاكوا بدل ما يجوا بصورتهم الفعلية ملشوا يخترعوا خبرية التكنوكراط وتكنو سياسية وتكنوكراط وإلى آخر إيه فا استهدوا على حسان دياب وخلقوا مسرح كامل حاول تأليف الحكومة بهالوقت طبعا كيف كانوا عم بيرصدوا؟ عم بيرصدوا إنه قطع الأقطوع طبعا ما نحل شيء الناس خافت قدروا يجروا القوى الأمنية لدعمهم فارتحوا رجعوا يتتخانقوا تماما كأنه ما فيش حتى يلي عالنين إنه هن معارضين لهالحكومة العتيدة معارضة شارسة بقيوا بدون حصص فيها وفلان بيعجبنا وفلان ما بيعجبنا وشوي شوي سكروا بالزبيبة واعتبروا إنه مش الحال وكملوا فعلتهم بأنه بلشوا يستعينوا كل واحد من المغتربين من طايفته ليجيبوا مصاري ليجمعوا كرتين شوفوا كيف استعادوا كل عدة تشغل الميليشيات الخبيط والعياط من جهة وتوزيع الإعاشة من جهتين فكرهم قطعت فكرهم إنه نسرقوا المسرح فكرهم إنه فرضوا مسرحهم المتخيل على الواقع الواقع بهالوقت كان مكمل طريقه كان مكمل طريقه بالحياة اليومية تبع الناس الشي اللي عم نحكي عنه من سنين ومن أشهر عم بيحصل يوم ورا يوم الناس عم تفوقت شغلة لبنوكي وضعت إيدها على وداية ومدخرات العالم الأسعار عم تطلع يوم ورا يوم سعر الصرف اللي كان عملينا منه صنم تفجر هيدا السعر السابت مواد كتيري بلشت تفتقد من الأسواق والأسواق من كل هشي توابير الناس من الشباب اللبنانيين واللبنانيات أولا بس كمان من العمال الأجانب عم بيضابط بوشنت وبيجيبوا الفيس هيدا المشهد يلي حكم الساحة من جهة السلطة إيه هيدا السلطة بتناور هيدا السلطة بتتفاعل هيدا السلطة بتخاف بتخاف وبتخوف مشان هيك التعامل معها بدي يكون كتير واعي وكتير صاري الانتفاضة بلشت من ثلاثة شهر يا ريتا بلشت قبل يا ريتا الدعوات اللي وجهناها من سنين وبالتحديد من سنة وشهرين لما قلنا إنه الإفلاس حصل إنه الخسائر تحققت وعلى بشاعة هالواقع المسؤولية بتحتم التعامل معه يعني الاهتمام بالتوزيع العادل والهادف للخسائر مش إضاعة الوقت مش هدروا بأبهض الأسمان لمجرد هدر الوقت تحركوا العالم أخيرا طبعا استفزوا بتناتش المأرف يلي صار بين المافيات على قضية المطاحن والأفران وعلى قضية موزعي المحروقات والمحطات وما إلى ذلك وكمل الاستفزاز محمد شقاير لما اعتبر إنه المتنفس الوحيدي اللي متروك للناس يقدروا يحكوا مع بعضهم اللي هو الواتس أب هيدا كمان فينا نطلع منه مصاري ونصلخ العالم تحركوا الناس بعفوية تحركوا الناس كل واحد انطلاءا من همومه العنوان الأساسي لتحركوا هو إنه ما بق عندهم ثقة بالأكاذيب يلي كانت عم تتقدم لهم صار لسنين تيتخدروا هل معناته إنه لما شعب يتحرك بهالشكل قادر هو يتصور كيف الانتقال؟ من نمط حياة حكم خلال ثلاثين أو أربعين سنة لشي تاني ما بنعرفوه؟ إذا كانت هذه القيادات العظيمة أقصى طموحة هو كسب الوقت كيف بدنا نحمل ناس فقدوا مدخولهم وفقدوا مدخراتهم وخايفين أولادهم يهاجروا وهي دولهم طالبهم إنه هن يرسموا المسار المستقبلي هاي المسؤولية السيئسية لا تلقى على شعب تحطمت كل مئات ارتكاز حياته وكل مين ادعى إنه الحراك ما عطانا بديل؟ هيدا يا أمم ما بيعرف شو يعني المجتمع يا أمم عم بيناور بيخبز الناس ضاعت كل شي بتعرفوا عن جنهار حوليها هالمصارف يلي كانت تصور إنه هي آيات عظيمة فجأة سكرت هالدولار يلي كانوا معتبرينه عملتهم يلي من خلاله كانوا يقدروا شو بيسوى البيت وإداش مدجونين وشو معهم بالبنك تبين إنه هيدا دولار وهمي هيدا دولار لبناني مش دولار الأمريكاني هاي عم نحكي يا من 98 فجأة شعروا بهالشي شو شو أجوا يقولوا أجوا يعبروا عن قلق من شان هيك بلشوا يحاولوا يتمسكوا بحبال الهواء إنه بدنا نرجع نلاقي مصرياتنا كيف عم بيعبروا عن هالشي عم بيعبروا عنه من جهة إنه في أزمة سيولة إنه المصارف حاجزي المصريات كأنه المصريات موجودين بالبنك حتى لما بيجوا بيقولوا بدنا نستعيد الأموال المنهوبة معناتها إنه في أموال منهوبة بشي محل بتنجيب وبالتالي ما خسرنا مصرياتنا الأموال المنهوبة أول شي اللي نهبوا الأموال خلوا لإلن أكيد بس وزعوا وزعوا تشتروا الوليقات واشتروا الزمم وأهانوا كرامات كرامات العالم خلال ثلاثين وأربعين وخمسين سنة ياللي بقي لإلن فكركم هاي يسترجع بكل دول العالم اللي صار فيها تغيير عنظمي ومحاكمات لإستعادة الأموال المنهوبة هالمصار أخد سنين أوقات عشر سنين أوقات خمسة عشر سنين لحوصل للآخر حتى إذا محكمة أجنبية أقرت إنه هذا المال منهوب بدأت ترده لمين؟ بدأت ترده لهودي ذات الجماعة؟ شو بيعملوا فيه؟ شو ملكون أعملنا؟ هل منلوم الناس لأنه عبروا عن هالخوف؟ لا ما منلومهم الأكيد شوي شوي حتى هالمقولات هاي دي بلشت تلاشا بلشوا يحسوا إنه القصة مش خبرية ظرفية تتعالج بمحاربة فساد واستعادة أموال وتغيير مدير هون بمصرف لبنان أو ببنك أو بشي محل أو طبعا بيتغيير حكومة وتكنوكرات المسألة إنه الخساير متحققة معناته إنه هالغنى على عدم تفاوته ياللي ناس كانت مصدقة إنه حققته هالموقع الاجتماعي هالأمال ياللي واحد كان عائدة على نفسه على عائلته وعلى أولاده هاي دي اليوم ما بقت متاحة في ظل النظام مش بس المالي السياسي ومش بس السياسي المجتمعي ياللي ربينا فيه كل ما سوا من شان هايك مش مسألة تعدد شعارات ومطالب لأنه لما بيكون فيه مطالب معناته ياللي عم يطالب بعده قادر يلبي هذه المطالب معناته فيه ثقة بقدرته إذا مش بقدميته بقدرته لأنه إذا قصة قدمية يستبدل معناته أنه ما نهارت لمنظومة ومش بس الأشخاص بدنا نفكر كمان بالمؤسسات لأنه المؤسسات سواء كانت بقطاعات الصناعة التجارة الخدمات الإعلام المعلومات أو بقطاعات التعليم أو الصحة هايدي مهددي بأمد كتير قصير إنها تنهار المسائل من بس مسائل حقوق أفراد هي كمان مسائل تطال المجتمع ككل المسألة لما بيطردوا ناس من عملهم هايدي رب العمل بيعتبر أنه كلفي هو يبطل يبيع ما بق فيه يدفع لهم معاشات يصرفهم للعمل أو بيقللهم دوامهم وبيشلهم المعاش وما إلى ذلك هايدي وجهة نظره هو وجهة نظر يلي بيشتغل وبيفتقد عمله كمان باعتبار شخصي مبرره لتنيناتهم بس لما الواحد عم بيحكي بمنطق مسئولية عن مجتمع هايدي مؤسسات عم تنهار هاي إعادة بناء إعادة تكوين المعدات والزباين والمهارات ويلي بيشتغلوا هايدي بدي تاخد سنين طويلة المسألة مناء فقط مسألة أفراد هي مسألة خسائر تهدد المجتمع ككل هيدا بيوصلنا للشي الأساس إنه من شهرين تما ضل هموم هموم وهواجس الناس فردية مبعثرة محتجزة بأوهام وبرهنات إنه يتظهر مشروع سياسي واضح لإدارة المرحلة الانتقالية وهيدا بيستاهل اليوم لتوقف عنده برويه المشروع السياسي اللي طرحته حركة مواطنون ومواطنات موجه للمجتمع ككله ونحن جزء منه هو موجه على المقلبين موجه لاللي بعض ممسكين بشقف هالسلطة ياللي مبعثرة ومعطلة بس بعده المسكين فيها من جهة وموجه للناس ياللي بالشارع ولالناس ياللي بالبيوت والآني ولازم تنزر على الشارع هي كمان موجه على المقلبين لأنه كل هالناس ونحن منهم أولاد مجتمع واحد شو عم نقول عم نقول إنه الوقت إله تمن وإله معنى تنبلش أول شي نفهم على بعضنا شو هو الواقع الواقع إنه هذا البلد كله سوا مش الدولة مش شركة من هالو شركة من هونيك مش بنك من هالو بنك من هونيك هيدا البلد وقع في حالة إفلاس اقتصادي مش قضية أزمة سيولة مش قضية إنه في حرمية مش قضية إنه في فساد كل هذا الاقتصاد أفلس هل هذا الاقتصاد أفلس بالصدفة؟ لا هل إفلاسه كان مفاجئ؟ لا هل يلي عم بيتولوا إدارة السلطة ناس ما بيفهموا شيء؟ ما حدا منهم دارس أو شاغل أو رايح أو جاية؟ ما عندهم تكنوكرات؟ كمان لا هيدا الإفلاس يلي عم بيصيب مجتمعنا عم بيصيب اقتصادنا هو ناتج عن إفلاس المنظومة السياسية يلي هي أدارة هذا البلد خلال ثلاثين أو رمعين سنة إفلاس يعني عجز هذه السلطة كما هي عاجزة عن التعامل مع الواقع شو معنات الإفلاس؟ هل الإفلاس هو نهاية الدنيا؟ إن كان الواحد بيعتبر إنه الإفلاس نهاية الدنيا بيصير كتير مبرر إنه أسمى غاياته تصير التأجيل ما زل هو نهاية الدنيا؟ التأجيل بأي وسيلة؟ بالشحاضي بالكذب بشو مكان؟ وبتنظيم الهجرة هاكي اللي بينقوا بيحلوا عنا؟ بالارتهان للخارج شو مكان؟ بتصير مبررة إذا كان الإفلاس نهاية الدنيا بس الإفلاس مش نهاية الدنيا الأزمة اللي عم نحكي عنا الأزمة المالية الاجتماعية مش نهاية الدنيا كتير من الدول العارم مرقت بأزمات خلال الأزمات تتغير علاقات الناس الإشياء يلي كانوا يعتبروا فيهم يعملوها ما بدأوا فيهم يعملوها بس فيه إشياء ما كانوا يقدروا يعملوها بس فيهم يقدروا عملوها يتغير المجتمع من شان هيك نحنا منعتبر إنه يلي نحنا فيه اليوم هو مرحلة انتقالية من وضع نعرفه كتير منها ما كان عجبنا من زمان بس مش هذا الموضوع لأنه هذا وضع واقع إلى وضع يلي بدنا نتصوره وبدنا ننظم الانتقال من يلي بطل موجود ليلي معظم مجتمعنا ما قادر يتصوره هاي دي المهم السياسية هاي المسؤولية اليوم ليش تركيب القائمة مش قادرة لسبب كتير بسيط لأنه هي ائتلاف لزعماء طوايف زعماء حرب شو يعني زعماء طوايف شو يعني الطوايف الطوايف شغلة نعرفها بمجتمعنا موجودة بمجتمعات أخرى هي كينة قايمة على أنه الولاد بينتميوا لنفس طايفة الباية معروفة ما حدا بده يفسرها وهي الطايفة موجودة للأبد عشان هيك مربوطة بالدين زورا يعني إنه هي موجودة للأبد بتظل هيك في دولة ما في دولة في حاكم ظالم في حاكم أجنبة شو ما كان بتظل الطايفة موجودة الطايفة ما فيها تتصور إنه المجتمع بيتغير ما فيها تتعامل مع التغير إلا بالتحيل الطايفة هي نقيض إدارة المجتمع يلي هي بالتحديد وظيفة الدولة الطايفة ما بتتعمل مع مجتمع تتعمل مع عيال، تتعمل مع طقوس بتأسر الدين وبتحولوا إلى تبرير لإلى ما الدين بيطلع واحد تحصيل حاصل بالطايفة ما أساساً ما فكر بيشير واحد بيصير عندها شخصية بتلغي الشخصيات الواقعية يلي متعلقة بحالة كل شخص بيوضعه رجل مرأة كبير صغير معلم مش معلم مهني، فنان، معه مصاري، ما معه مصاري، هذا كله بينناساً طايفي كيان يمحي المجتمع وبينقض وجود الدولة كيف بتتعامل الطايف مع الوقائع؟ بتنسج لحالة تاريخ أسطوري وبتربط حالة بالزمن ككيان أزلي وحسب شو عندها مقدرات؟ أوقات بتحس حالة بموقع قوة تستقوى على هيدوليك باقي الطايف أوقات تتعمل تحالف بتعير شوية قوة لهيدوليك يلي بحسوا حالهم بموقع ضعف بيستعينوا بقوة خارجية بتايعادلوا وينطروا قامتاً بيقلوا بالدولة بيرجعوا هن هيدا نسمعه مارونية سياسية وسنية سياسية وشيائية سياسية شو هالحكي هيدا؟ هيدا تقلبات ضمن منطق واحد بيلغي الأدرة على التعامل مع واقع المجتمع وبيلغي تصور إنه الوقت بيفعل مفاعله هيدا تماماً نقيد ما يكرر دائماً إنه طول عمره البلد هايك وإنه ما في خيار إلا النسئية لأنه شو البديل عن النسئية؟ يعني الخراب وبالتالي القلق بيصير متجزر على طوله هاودي العالم اللي مسكوا السلطة وصلوا لها السلطة لأنه الحرب كرست هذه الكينات تسمي حالهم مكونات النساء اللي بدها بتكون حكومي أو ما بتكونها عزواء ما صارت بالعالم كله إنه يحصل أزمة مثل هالناع وما في حدا إنحكى معه ما في حدا حكومة تصريف أعمال مخصة وحكومة ما بتركب العجز مطلق لنوضح شو يعني إنه هؤلاء عاجزون بنيوياً اليوم مين مكان بلد صغير حالتهم فلسي بيستعمل عملي مش عملته بده يدخل بتفاوض اقتصادي ومالي وحكماً سياسي مع دول أقوى منه بتحبوا بيحبها إذا شي تاني بده يدخل بتفاوض عقلاني دقيق طيب ما هو السفرة اللي عنده إياهون ما هو دي كل واحد تابع على زعيم طايفة تاني كيف بده يوسق فيهم إنه هؤلاء لح يجوا يحملوا مشروع سياسي بهذه الخطورة وهذه الدقة على المستوى الأمني بده كتير شرح لنعاين إنه قيادات القوى الأمنية عندنا كل واحدة محسوبة عطايفة ما بتنقال علناً هيدا العجز عجز بنيوي مش إنه هؤلاء الأشخاص بيفهموا أو ما بيفهموا من جبلون تكنوكراط بصيروا بيفهموا أو أوادم شوي أو أوادم كتير أو حرامية شمي أو حرامية كتير منو عظم بالأخلاق ومنقللن إنه بدنا القضاء يحارب الفساد المسألة ليست فقط مسألة إفلاس مالي واقتصادي هي أيضا إفلاس يعني عجز لكل المنظومة يلي هي أدارة هذا البلد من ثلاثين أو أربعين سنة لذلك طرحنا ما كان مجرد طرح مالي مع العلم إنه شغلين كتير بهالمجال لأنه لما الواحد بقدم طرح مهني مهني بالمجال المالي بداية عم بيعمل خيارات كتير خطيرة عصائد مصالح الناس مش مسألة مالية بس برجع بكرر نحنا همنا الأساسي ما يهاجر مية ميتان ثلاثمية ألف والشاب من هالبلد لأنه هاودي إذا هاجروا بكافياتهم المهندسين والأطباء والنجارين والمخرجية والفنانين ويلي بيشتغلوا على الكمبيوتر وكل المهن تعرفوا إديش بده وقت لترجع البنية الاجتماعية والاقتصادية تستويه؟ عشرين ثلاثين أربعين سنة شفنا شو صار بالعراق العقوبات يلي صارت على الإراق خلت كل مين قادر يهاجر يهاجر العراق الدمار المادي يلي صار فيه على أهم ميته ومنو شي قدام يلي صار بألمانيا وباليابان والحرب العالمية التانية بس هونيك ما قدروا يهاجروا خلال سنوات قليلي رجعت ألمانيا واليابان تنتج وتدار العراق بلد بيمزق القلب اليوم هيدا موضوع تقني؟ لا هيدا مش موضوع تقني هيدا موضوع بيصاب بيصيب مصير المجتمع هيدا كيف بده يتواجه؟ بوصفات؟ لا أساسا الوصفات موجهة لمين؟ إذا إجوا تكنوكرات وأوادي أبوا كتير منهم منعرفهم واللي بتعرفوا شو عمقلهم كل واحد منهم اللي بيجي بيحكي معنا إذا حابب تفوت بهالمغامرة ما عندي بنصحكم ما تفوتوا كوني مشهز نفسك أو كوني مشهزي نفسي كل يوم الصباح تقدم أو تقدمي استيارتك كل يوم لأن هذه السلطة العاجزة عم تستعين كيف تستعين بالأجنبية؟ عم تستعين بالشهدات وبخبرات لغاية الوحيدة يلي قادرة تبتغيها يلي هي تأجيل المحتوم بانتظار اللاشيء تتذكروا قداش خبرونا؟ سادر، عمار سوريا، تشريع الحشيشة، المفط، الغاز هلأ بانتظار شو؟ تعرفوا بانتظار شو؟ بانتظار أنه الناس تيأس وتهاجير أو تعلق بعض أو تصير خايفة من الحرب وترجع تنضب لذلك التحدي هو تنظيم الانتقال السلمي للسلطة هيدا الموضوع الجدي يلي فارد نفسه على كل واحد لما عم نقول انتقال سلمي للسلطة ما عم نقول انتخابات لنكون كتير واضحين ماذا الانتخابات؟ الانتخابات هي شكل من أشكال إدماج الناس وإشراكهم شكليا بالعمل السياسي فالسلطة تجدد شرعيتها وتجدد وجوهها نحنا حتى تجديد الوجوه جميعا بنحل بالعايلة بس لما هذا حديث دي طيب السلطة يلي بتعمل الانتخابات ولما الانتخابات بتصير وبتكون السلطة مشتتة مين بيربح؟ بيربح الأكثر قدرة على تقطير مخاوي في الناس الانتخابات يلي صارت بعد الثورات يلي شدناها أو الانتفاضات سموا اللي بتكون ايه؟ بالدول العربية مين ربح فيها؟ يلي عندهم مشروع قادر يلبي الواقع ولا اللي عندهم اكتر تنظيم قوي مين يعني؟ يا اما مخابرات الجايش يا الاخوان المسلمين يا شي من هنو وشو طليع يعني؟ كوارس لا يا اخوان بكل صدق المطلوب انتقال سلمي للسلطة كسلطة الانتخابات بتجي لما بيكون هذا الانتقال قد تم بسلام وإلا الانتخابات بتكون منزلة خطير جداً لخطف امال الناس أو تقطيرهم بالخوف من شان هيك؟ مشروعنا قايم على سباء سباء على الوقت الكتير تمين بين انه يصير الوعي واصل الى المكان يلي بيجعل المهمة واضحة وهي تنظيم الانتقال السلمي للسلطة وبين انه الخراب يكون فعل مفايله الوعي بيجي لما بيدركوا ان اسمين مكانه من الزعيم يلي بتحبوه او ما بتحبوه لابسط شخص انه الشي اللي كنا بنعرفه ما بقى موجود وما بقى يمشي وبالتالي بدنا ننتقل لشي ما بنعرفه بدنا ننتقل شي ما بنعرفه يعني علاقات بين الناس يعني ادوار للسلطة العامة غير يلي بنعرفها يعني ببلد مثل لبنان يلي هو بلد صغير وما عنا نحن بالوضع الحالي سلطة خارجية عم تجي بتضبطنا امورنا لانه المنطح ولينا ساحة حارب ولا عنا بواقع الحال انه قدرة لجسم عسكري يعمل انقلاب نحن الخيار عنا يا الاحتراب الداخلي يا دولة مدنية الانتقال الى دولة مدنية هو المفصل الاساسي لان هو الشكل هي الشكل الوحيد يلي فيه يكون فيه دولة منع عاجزة بلبنان تذكروا شغل تلكم عن السفرة وعن المسؤولين الامنيين وفينا نكمل هذا الانتقال السلمي يعني تفاوض تفاوض مفروض مفروض تحت الضغط لذلك عودة انتفاضة الشعب بتشكلاته ايا كانت امر حيوي ومفرح جدا احنا كتير سعدة انه هالمحطة ايجيت تتزامن مع عودة التحركات الشعبية بس هذا الضغط شيء ووضوح البديل امر اخر البديل فرض انتقال سلمي يعني فرض التفاوض على تنظيم الانتقال السلمي للسلطة هون في سؤالين مشروعين اتنين شو لح تعمل هاي السلطة يلي بننتقل لا الى تاني شيء كيف بيصير هالانتقال هاي دي السلطة بده تدير والواقع لتنقله من مكان بيواقع هذا المكان الى مكان اخر واقعي شو يعني هيدا بنعبر عنه نحنا بتعبير يمكن منه محبب بس مش نحنا اخترنا الواقع يلي عم نوصفه اللي هو انه التوزيع بده يكون عادل واهم من هايك هادف هادف الى ماذا الى دولة عنده من الشرعي ما يكفي تالتضحيات لانه خسير انه تضحيات يكون الى معنى للناس ويرتضوا معناتها ما يهاجر كلمين قادر يهاجر خصوصي من الشباب معناتها قصة السكن للشباب بده تتواجه بكل جدية من اول مهار معناتها الديون المترتبة ان كان على الاسر يلي اشتروا شقة او على المطور يلي عمر بنايه وبعده فاضي او على صاحب الورشة يلي ما ابض هاي دي الديون بده يتم جدولتها بشكل انه يتم اعادة توزيع الملكيات بما يسمح بانه يبقى فيه عندنا مؤسسات تنتج هنسين ومورشبنا ومعلمين عمار والى اخره ومن ناحية اخرى انه هذه الشواء يلي مانا خالصة تتخلص ويلي خالصة وشاغرة اذا كانت كلها فارهة وفارغة طبعا وفارها وفارغة مثل مغالبيتها ان يتم تقسيمها تتخصص بالاولوية للشباب يلي مهددين بالهجرة باجارات ترتبط بمستوى دخلوا وتكون الدعم غايته مش عم بقول انه البيئيين مش مهم يسكنوا بس لما الهم انه ما يهاجروا الشباب بده يتأمن السكن بإرادة سياسية هيدا معناته انه في ناس لح تخسر شغلها نقبيل هالشي حتى لو ما بقى في كتير مصاري بده يتأمن التغطية الصحية الاساسية لكل الناس بده يتأمن مجانية التعليم الاساسي بده ينفرض على المدارس الخاصة قيود كي تعلم المنهج الواحد وبشروط وحدة بتدفعها الدولة واللي ما عايش به بده يدفع ضرائب بقى صفته مؤسسة تجارية عم بتأدي خدبات للاغنياء فقط مش موضوع فيه لانا نتسلى فيه ونقول بسيطة هيدا معناته انه المؤسسات يلي بتصدر المؤسسات يلي بتوظف ناس اكتر المؤسسات يلي مستعدة تستثمر بمعدات وبتطوير هيدا بده يكون عندها افضلية مادية مادية شو يعني؟ يعني اعفاءات يعني ايضا اعادة جدول الديونة بشكل انه هيدا تبقى وتتعزز ولبل تقدر تشتري مؤسسات شبيهة فيها بالخارج تكسب اسواق نقدر نصدر مش نتعامل متلا معها متل ما بنتعامل مع باقي المؤسسات هيدا خيارات دقيقة وصعبة اول شي بدي الواحد يكون عنده المعرفة تاني شي بدي يكون عنده الجرأة تاني شي بدي عنده كل حريط قرار يكون عم بيتعامل مع المجتمع كمجتمع مش انه هاودي جامعتنا هاودي موارني وهاودي شيعة وهاودي دروز وهاودي سنة وهاودي روم وما فيجي انا وبيطلعلي وبيطلعلك هيدا معناته سبق كتير دقيق بالوقت بين انه لما بيصير افلاس مالي الناس بتخسر مدخيله بتخسر مدخيله بالساعة حتى لو ما وعيت اذا مش بالساعة بعد جمعة بعد جمعتين بتخسر مدخيله ومدخرة بس هيدا كمان معناته انه بطوطة كلا في الانتاج بس تا كلا في الانتاج ترجع تولد استثمارات وصناعة وعمل وزراعة وتجارة والآخر هي هي بالده وقت وبالتالي الخسارة فورية واعادة البناء محتملة هيدا السبق بالوقت المفصل اللي بيحتم كيف منروح هاك ولا هاك هو خيار سياسي اليوم كل واحد اذا اجا يعمل جردي ايني يقول انا شو صار بمصرياتي الاسم الاكبر منه انطاروا وين طاروا كتير هينين صرفوا صرفوا على الاستهلاك خلال كل هالعقود هيدا طلع له اكتر طلع له اقل هيدا بيقول انا محروم هيدا طلع لكم دق الماضي ما طلع لي الى اخره صحيح بس هيدا ما بيغير هيدور المصريات انصرفوا يعني راحوا استهلكوا كلمة استهلكا جاي من هلكا طلع هيدا اذا عم ننظر لا باللحظة بس اذا عم ننظر مش باللحظة عم ننظر للوقت للوقت كما سار كشيء له تمن وشيء له معنى فهو المصريات اتراكموا مع الوقت وهو المصريات لو موجودين اليوم مش راح يصرفهم كلهم اعادة تكوين القيمة الفعلية لمدخيل الناس ولموجوداتها هو الغاية مش كل مين في ينتش اليوم بينتش والباقي مفرقاني معنا اعطيكم متى العاشية قضينا اشهر نحكي مع كل المسؤولين من نقابات المهن الحرة اللي عندهم صنضيطة عدد عم نحكي عن مليارات الدولارات ومع الضمان الاجتماعي اقول له ما يلي يا جماعة انتوا مؤتمنين على مئات ملايين الدولارات من مدخرات الاعضاء يلي هن غصبا عنهم اعضاء في هذه النقابات كما تسمى هي مش نقابات اللي هي المهنسين والأطباء والمحامين والصيدي ومعلمين الخاص انتوا هدول المصريات مش متل مصريات واحد او اثنين هوا مئات الوف الاسر ما فيكن انتوا تتعاملوا معهم متل ما بتتعاملوا مع مصريات كونوا بحطهم بالليرة ولا بالدولار شو رأيك هلأ وعدوني بفايدة منيحة مش ترف للكن انتوا مجبورين تحصنوهم مجبورين تفوتوا بتفاوض عم نحكي من سنت الماضي مش مع مدير الفرع مع جمعية المصارف ومع مصرف لبنان ومع وزارة المالية ومع رئيس الحكومة ومع رئيس الجمهورية ومع صندوق النقد ومع سادر مع امانويل ماكرون تقولوا نحن هايدي المليارات من الدولارات هايدي مدخرات عامة إلى صفة عامة ونحن مؤتمنين عليها التطنيش انه يصيبنا ما يصيب البيئة هو مشاركة في الجريمة هل معناتها بتكون تسحبوهم وتحطوهم بالبيئة آليا لا بتكون تقولوا نحن مش كل الناس لحيموت ويمرضوا بذلك الوقت لحن نحتاز هالقد منهم سيولي بس الباقي بدنا نحفظ قيمت الفاعلية نحن هايدي الأموال ما بقت حسابات بالبنوكة هاي بدا تنشال ما تعتبر ودايع لأنه الإفلاص حاصل بس هايدي إلى امتياز لأنه بتمثل الأمان الاجتماعي طبعا الضمان أنصر أساسي بها الشيء هايدي إيمتها الفاعلية بدا تكون متقدمة عند امتياز على سائر ديون المصارف والدولة من خلال حق بحفظ إيمتها وترجمة هالإيمي بتملك أي أصول تملك المصارف هاي تخصخصة تملكة إنشاء صناعات ومؤسسات جديدة مشاركة فيها مع ضمان إيمتها الفعلية هون بحبا يتبين لكم الفرق بين يلي جاي يصفي حسابه لأنه ما بقادر يتصور أنه الوقت استمرار ويلي عنده مسئولية عن مجتمع وعن بلد يلي هني ولو كانوا في تحول دايم لح يستمروا هايدي المسئولية السياسية خلينا نستعيد شوي التاريخ للأسف من مئة سنة بعد انهيار الدولة العسنينية إجوا الإنجليز والفنسيوية تعصموا المنطقة وأنشأوا هاي الدول كلها سوا ما حدا نسالح على حدا يعني لبناء الكبير سموه والآخرين شو هالبهدلة وين صرنا اليوم بس خلينا نفكر أكتر من هيك من الالف وثمانمية واربعين من وقت التحول الكبير باقتصادنا ودخور الرسميليين ولا مرة هالمجتمع تحمل مسئوليته بقيته ألف وثمانمية واربعين الإنجليز والفرنسيوية ألف وثمانمية وستين الترتيب مع العثمانيين والدول العظمة ألف وتسعمية واربعتاش عشرين الحرب يلي حكيناها تلاتة واربعين الإنجليز طبشوا على الفرنسيوية على عملنا استقلال تسعة وستين اتفاق القاهرة كان بعضه طيب جمال عبد الناصر ترقعت هون ما حدا فهم كيف اتفاق طايف اتفاق طاوحة اخر وحده التسوية الرئاسية ولا مرة هيدا المجتمع قدر يرتقي بالمسئولية إلى تحمل أعباء واقعه ولا مرة نحن اليوم قدام ظرف متل هيدا صعب صحيح بس هيدا فرصة تميني بس هيدا بيرتب مسئوليات مسئوليات عمين لمبلش بالزعمة اللي كل واحد بعضه لاقت شقفي من الدولة وشقفي من الناس يعرفون عمنا عرفون كتير منها يا جميعا في ناس بيحبوك وناس بيكرهوك مش هذا النوضة انتو اليوم تتحملوا مسئوليات خطيرة على اختلاف ما وقعكم يلي كنتو معودين عليه ما بقى ماشي البديل هو الخراب نحن عم نجي مطرح تفاوض على انتقال سلمي للسلطة ما بيلغيكم بس بيلغي المرحلية اللي عشتوا فيها ما بتعودوا انتو بتكونوا ساعة اللي بتكون السلطة نحن جاينا نبني دولة مدنية وياللي بده يضل منتمي للطايفة بيضل منتمي للطايفة بس ما بتكون مصير المجتمع مرتهن بيزا زابطة معكن ولا لا هيدا خيار بيستحق تاخدوه قصم منكن تقدم بالعمر قصم منكن عنده تجارب صعبة قصم منكن عنده مصاعب قصم منكن عنده قلق كبير شو ما كان؟ هيدا ما بيع فيكم من المسؤولية بدنا نحكي كمان مع اللي حواليكم كمان منعرفه لك تاريته شو ما سمينيهن؟ وجهاء النظام انفتيحه بما وقعهن بالدولة خارج الدولة نفس الشي اذا الزعيم منه قادر اذا محشور يمكن محشور بيعتباره بطير شخصية عائلية اوات انتو مش ما فيهن المسؤولية الدولة الودانية مكان لكل الناس ما حدا منكن فيه فز من تنظيم طائفي لتنظيم تاني بحكم طبيعة هذه التنظيمات الدولة المدنية بتسعيل كل نحنا بدنا نعمل الدولة لكل المجتمع بعدين فيه قادة الرأي والاعتراض كمان بلد صغير كلنا منعرف بعدنا يا اخوان مش وقت الواحد اليوم يستريح بمقوع الاعتراض انو انا عندي فضيحة وانصحكم تعملوا هايك ولا نقبل ونطالب بطلنا بموقع المطالبة والاعتراض يلي يمكن بريحكم نحنا اليوم بموقع مين مستعد يتحمل المسؤولية يعني مين مستعد يتحمل الارث اللعين اللي نحنا فيه مش ينقي شعار بيلاقيه شعبه وبيفقع عليه معلقات وخطبات ووعزات هاي دي مسؤولية من القلب للقلب عم بحكي لرفاء لاصدقاء ما بقى انا بهذا الوقت نجي لعندكم وبتجول عندنا بنتلاقي مسؤوليتنا تجاه الجيل تجاه الشعب تجاه المجتمع وتجاه المنطقة كلها سوا ما بقى يسمح انه نكتفي بالمواعز والاعتراضات والمطالبات اخيرا لكل شخص يلي يسمحوا لي كل مواطن وكل مواطن القصة قصة جولات احنا عم نتدحرج متل الدرج الوضع كل يوم اسوأ من يلي قابله بس كل يوم دواعي الوعي عم تتحسن بوجنا خصم مانو قليل زكي وبراهن مش كلتو عجزو عن الامسك بالوقع ما حتخلص بالهينة قصة لحد اليوم احنا عم نستخدم كلمة انتفاضة وظاهرة في كتار عن صدق يحبوا كلمة ثورة الثورة معناتها تحمل الانف تحمل المخاطر هوا من نرجع نكرر لكل العسكريين بالجيش وبقوى الامن ما عاشا تكون وين لح تروح انتو ولاد مين عيالكن وينكن ما تكونوا ادات بسلطة عاجزة وفاشلة تهدر الوقت وتدمر المجتمع بس بدنا نكونوا يعيين اذا كان الطرح يلي عم نقدمه يلي بعضه صالح اليوم ما ليه الصدى يلي بيستحقه عند الزعمة عند مفتيح الزعمة ورفاقه عند قادة الرأي والاعتراض مثل ما نقول الحكاية اللي هتتتحرج الى درجة تانية هونيك بتصير ثاورة وما خطرة اكبر بكتير لليوم هيدا الطرح بعضه صالح خلينا نعطيه كل حظوظه كل واحد منكن بيعطيه حظوظه بالوضوح بالطرح بالثبات وما حدا يخوف ايه قطع الطريق مشروع ايه لما قطع الارزاق بيصير مباح قطع الطريق مشروع عدم الوقوف بالزل بالمصدق بال بقدام صندوق العاشي متل ما بينوقف بالبنك تنيناتهم مهانة ايه التخويف بالعنف الطائفة مش مقبول بس ما معناته انه التهور ضروري اذا وصلنا للعنف بنا نكون استنفدنا كل الفرص قبل ذلك بس ما نعيشها كأنه نهاية الدنيا وبالتالي نرضى بشو مكان لنأجل الأمر المحتوم هذا مفصل تاريخي كل واحد منا عم بيعيش شيء هالبلاد ما عاشته بكل تاريخها عم نشهد شيء بيعطي معنى لحياة كل واحد يمكن الدخولية تكون غالية شوي بس ما بنا نكون متفرجين على مسرح تافه بدنا نمسك قدرنا بهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة